السلام عليكم. نواصل هذه الموجة المفتوحة لقناة هلا بالتعاون مع موقع بانت. ونحن في هذه الموجة نقرأ عنوين موقع بانت. معظم عنوين. وأيضا نستضيف العديد من الشخصيات. وبعدها نستضفنا قبل قليل لمهندس منصور دهام شيء أبو رازي من قيادات الجبهة والحزب الشيوعي في البلاد. نستضيف الآن حسام مصري. وهو مستشار وزير الأمن الداخلي سابقا وهو رجل الأعمال برحب فيك من كفرقرع. أصبح خير لك أخي بسام ولجميع المشاهدين وشكرا على الاستضافة. شكرا لك حليت ضيف عندنا. أسألك كيف حالكم كل شيء مني إن شاء الله. غير الحرب. لماذا نحكي عن غير الحرب. الحمد لله يعني خليني نكون الصحة ميحة وتمام. الحمد لله خفت. لأولاد البنات. الحمد لله. في بني تجوزت عرصة أو بنتين مش صاحب. عندي بنتين جوزين وعندي الدكتورة. مع دارة عرصة. مزبوط. مزبوط. إن شاء الله. عند حبايبك ولاتك وأحفادك. تسلم. وعندي الدكتورة آية الحمد لله خلصت طب والليوم بتشتل في مستشفى نياد وفي نتانيا. الحمد لله بدأت. البنت الأولى إيش؟ الأولى متجوزة في في كفر مصير والثاني في إم الفحم. ثاني دكتورة. والثاني دكتورة. والثاني دكتورة. الحمد لله رب العمي كوش تمام. الحمد لله صحة كوش تمام. الله خليه خييف. كيف أهلنا بكفر قرأة؟ والله كلهم سلموا عليك يا بفادي. الحمد لله سلموا عليك. والحمد لله رب العمي. الجواء مش مريحة. تلا يعني عنها جواء حرب وأحراء جواء سعبة جدا في وسطنا العربي وخلال خلال فترة هاي كلاتها من من عدة جهات يعني خلي نقول نتحدث عن كارثة يعني كوي جدا بدت بسبعة أكتوبر سبع عشرة. سبع أكتوبر أكيد أنت بتستنكر اللي شي. أنا بستنكر كل عنف وكل ما حدث في سبع عشر كان لدي الشعب اليهودي. أيضا بستنكر العنف الذي يكون في غزة أيضا. لأن العنف نستنكره في عدته. أنت حسن إشي بنسبة لك سلام. أنت كعربي فلسطيني إسرائيلي أحسن إشي لك سلام. أنا طول حياتي وأنا أنا أنادي بالسلام. وأنا أكرب القلوب وأقول العلاقات. وأنا عملت يعني كل إذا تتذكر أنت شاركت مرة أو مرتين في رمضانيات كفر قرع أني كنت أهمل عشاء رمضان. يموظم يهود. يموظم يهود. هناك عن التقارب ونكوّل العلاقات ما بين الشعب اليهودي والسوصل العربي. ونكرب القلوب. وهذا هي حسن مصري. حسن مصري بس بنادي على السلام والمحبة. لأننا وضعنا السعب جدا في الأول الأخيرة. إن كان على صعيد أبو فادي الاقتصادي. وإن كان على صعيد الإنساني. وأيضا عن صعيد السلام بين الوصل العربي وبين الشعب اليهودي اليوم. أيضا هناك أمور سعب جدا. أنا أرى وأتجول في الوصل اليهودي كثير. أنا جاءت من تل أفيف ومن بات حتيكفا. وأنا أرى المواطنين اليهود كيف يتعاملون اليوم. هناك أخي بسامي كارثة كبيرة جدا. يعني نحن نعد ليس كارثة أولى ولا ثانية ولا ثالثة. نحن نتحدث عن كارثة الإنسان. هي مقتل سبعة عشرة. الشيوخ والأولاد والنساء. وأيضا الكارثة الثانية الأطفال في غزة والشيوخ والنساء في غزة. أما الكارثة الثانية هو الاقتصاد في دولة إسرائيل. أصحاب المصالح يعانوا في الاقتصاد في دولة إسرائيل. وأيضا نعاني من من العلاقة ما بين الوسط العربي لوسط اليهودي اليوم. هناك كارثة حقيقية. وأنا أقول إذا هذا الحرب لما يتوقف قريب سيبك كوارثة أخرى. نحن نتمنى من الله عز وجل أنه هذا يوقف الحرب قريب جدا. ويبكى سلام شامل عادي. يرفرف بين ربوع هذه المنطقة جميعا. لأنه كل حرب خيبة بالسام في خسارة. في كل حرب. في الحرب لا يوجد خسارة. فنحن نريد السلام والمحب. ورسولنا الكريم قال بادر بالسلام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فنحن في كارثة حقيقية جدا. أتمنى أن الأمور تهدى والوضع يوقف الحرب. هناك ضغوطات قوية جدا من قبل أربع دول عربية أو إسلامية. منها مصر ومنها الأردن وأيضا سعودية وقطر. والإمارات. والإمارات. خمس دول. أتمنى أن يحقق هذا أمن. والمغرب. والمغرب. والذي يعتبرون دول قريبة من أمريكا. ربما بسبب قربهم من أمريكا. أنهم يستطيعون أثر. هناك ناس يفكرون. لأنهم قريبين من أمريكا. يستطيعون أثر على أمريكا. أنهم يستطيعون أثر على أمريكا. لا يمكن أن أثر على أمريكا. هناك أمريكا مصالح مع هذه الدول. لذلك يمكن أن تأثر. نحن نتأمل أن يكون قرار وتأثير بيننا. ولكن في مرحلة الثانية. لم ننسى أن الكونغرس في أمريكا. 20% من أمريكا. يضغطون أن يكملوا العملية. ليس كلهم. منهم. يضغطون. نريد بالفعل. بالنسبة لأمناحة السياسية. يقول أنه لديه مشكلة جو بايدن. أنه لديه معارضة بحزبه. يريد أن يأخذ انتخابات سنة جاي. لديه مشكلة معارضة بحزبه للحرب. وهو لحد أثناء مشكلة لإسرائيل. مثلا ستوب. لا يمكن أن تكمله. لديه مشكلة معارضة. لدينا نقضة. أنت بالليكود. أنت عضو ليكود. ما تردت بموقف رئيس الحكومي من نتنياهو؟. هناك الكثير من. هناك الكثير من الليكود. وفي القيادات. وفي الناس ليس معها. أنا براي. أتكلم عن الرجل الشارع. لا أتكلم عن حزابه. مع أنه جانس. سمح لدى مقارد. مع أنه جانس انضم له بطريقة أخرى. ليس انضم له بإتلافه. أنا براي أن تفكير نتنياهو حاليا. أنا تفكيري. وستراتيجية نتنياهو. أنه اليوم يوقف الحرب. ليس معني أنه يكمل الحرب. هكرا يا. أنا. الكثير من الناس يقولون أنه لا يكمل الحرب. يعني. دعنا نكون في الوسعى الإعلان. يتحدث في هذا الأمر. مضبوط. يتحدث الوسعى أنه يكمل. لكي يهد الشعب في إسرائيل. بخصوص 7 أكتوبر. لكي يتحدث في 7 أكتوبر. وهذا 7 أكتوبر كان كارثة بالنسبة للشعب اليهودي. بالنسبة للشعب اليهودي طبعا. أما بالنسبة له. هو كرئيس حكومي. هو المسؤول الأول. بالضبط. على الأكل كثير من الناس يعتبرون المسؤول الأول. مع أنه هو جديد. بمقابلة باللغة الإنجليزية. نوع من اعترف أنه عبد المسؤولية. أما هو حاول كل وقت لا يقول أنه أنا مسؤول. أخي بسامي. المسؤول الأول الأخير على هذا اللي صار هو رئيس حكومة إسرائيل. هو الرئيس وهو الحكومي بنفسه. وهو المسؤول عن الجيش ومسؤول عن الشرطة ومسؤول عن كل شيء. فالمسؤول الأول وأخير على الموضوع هذا هو ناتنياو. ولكن أنا بقول اليوم. كثير هكي بيقولوا عند اليهود. لكن ليس يقربين عليه. يقربين عليه بيقولوا لا مش هو المسؤول. يعني لا يعقل أنه في خلال أربع ساعات. أنه خليني نقول أنه هذه العملية تكون بخلالها أربع ساعات. يعني وين الجيش كان. وين استخبارات. وين استخبارات. وين نحن نحكي عن دولة من أكوة دول العالم. ليس شأن دولة الغيرية. دولة كبيرة. فهنا صار هنا مشكلة كبيرة. هو يعني اعتراف رئيس المخابرات. أعترف أنه أحد الأسباب. مسؤولين. أحد المسؤولين في الموضوع هذا. ولكن هنا ليس فقط في العديد من المسؤولين. بعد الحرب سيكون هناك. بعد الحرب سيتحاسبون. ولكن سأسألك أنا بالنسبة للجمهور العربي. في مجال الحياة اليومية. ليس سيل الوضع للجمهور العربي. يمر هذه الفترة. الشغل. الدخل. كيف حتى يعيش الحياة اليومية. قضاء الوقت. يعني ليس سيل حتى اليوم. يعني يروح الواحد على تل أبيب. مثلا. يقعد في كافتيريا ويشرب كهوة ويبين أنه عربي. هناك أمرين. الأمر الأول. نحكي عن المصلح التجارية. المصلح التجارية. المصلح التجارية. أولا بداية هناك. هناك ضيق كبير جدا. وخنق كبير جدا للمصلح التجارية. وخاصة نحن نعتبر شهرين. الشهر الأول كان شهر تسعة وكل عياد. والشهر الثاني كان الحرب. كان سبع أكتوبر. سبع أكتوبر. وهناك كل المصلح التجارية. يعني وقفت. وكان هناك ضغط. وكانت وقفة شوية بأصله. من اللي بسبب الأعياد. من اللي بسبب الأعياد شهر عشرة. فهذه الأولى. الثاني أنه هناك يعني الشعب اليهودي. كانت علاقة قوية ومتينة قبل مسار الحرب سبع أكتوبر. بين الوسط العربي والشعب اليهودي. صحيح. اليوم أنا بكل كيف صراحة. أنا مسؤول عن الحديثي. أنه اليوم سعب جدا. سعب جدا في قلب الكرة اليهودية. يعني التعامل. سعب. كان ريح قبل. وكانت علاقة قوية ومتينة. أنا أريد أن نرجع هذه العلاقة المتينة مع الشعب اليهودي. لأننا نفش عندنا. يعني خلينا نقول. مفر من هذه الدولة. لأن هذه بالأيخ دولتنا. نحن عاشيين هنا. ويجب أن نتعامل بصورة إيجابية في الموضوع هذا. يعني إذا تأتي إلى مصالحنا الشخصية. وكل إنسان موجود في الوسط العربي. أيضا مصالحه في الدولة. يعني لا يُعكّل. أنها عربي أو غير مصالح عربي. إذا تنبع تنب دولة. لديك مصالح. لديك مصالح. لديك مصالح. لديك مصالح. هناك في جمعيات التي تحدثنا عن أمر أن نقرر بالكلوب. ونقرر العلاقات بين الوسط العربي والوسط اليهودي. وتحدثت مع أخونا أبو بسام. فادي. يجب أن نكون لطلاب مع بعضهم بالعب الرياضة. في نتانيا. أن نكون هناك في جولة ميدانية. ونحاول هناك أن وعيهم. ونأتهم هدايا صغيرة بين اليهود والعرب. أن يكونوا تقارب ما بيننا. لأنه لا يوجد مفر بيننا وبين الشعب هذا. يجب أن نتعامل. لأنه في التالي. رب العباد خلقنا موجودين في هذه البلاد. في هذه البقعة. نحن معهم. لا يعقل أن نظلنا فيها. لأن الوضع صعب. ونظروا في غضب. غضب شديد. ونظروا على المواطنين العرب. مع أن المواطنين العرب. لأنهم دخلوا في هذا الموضوع. ليس فقط. كمال موقفهم كان كثيرا اليوم. شفت تصريح لوزيرة داخلية مشاعر بيل. يقول أن الجمهور العربية كان تصرف صح وممتاز. ولكن لم يكن هذا الأشياء زمان. الحقيقة. في الجولات السابقة. كانوا دائما مشاكل للجمهور العربية. وكسم منها. كسم منها. ليس بذنبه. وكسم صغير منه. ليس بذنبه. في موضوع الوصل العربي. يجب أن نتعامل موضوع هذا. بحص الأمور الإيجابية. حينما الإنسان يتحدث عن الإيجابيات. يجب أن نطبق الإيجابيات على عرض الواقع. نحن موجودة فيهاية الدولة. وحقوقنا موجودة. ونحن في دولة دمكورتية. اللي صار مع الشعب اليهودي. هي كارثة. لا ننسى هذا الموضوع. هم متأثرين من موضوع هذا. وبحق. ولكن برضو اللي صار في غزة. وصار في الهدم والشيوخ والنساء. برضو هناك كارثة أيضا. يجب أن يكون هناك. يعني وقف الحرب فوريا. يجب أن وقف الحرب فوريا. لا يمكن استمرار هذا الأمر. لأنه ممكن. إذا بطول هذا الحرب أخرى شهر. أو أخرى سبيع. أو خلال شهرين. يمكن أن يكون كارثة أكبر. كارثة أكبر. يعني نحن نتحدث عن البنوك. البنوك يجب أن يخلق المصلح التجارية. هل البنوك يجب أن تساعد الجمهور؟ هذا بالحديث. بالشكل عمل لنا. فشهر عمل فشي. حاليا فشي. ما يعوز الجمهور من البنك أستاذ حسان؟ يعني إذا اليوم يوجد مصلحة وتجارة. وهو اليوم خلال شهر تسعة. لا أسف شديد. كان عياد. منحني وككل الحياة عياد. وبعدها كان الحرب. ومن ثم هناك صاحب المصلح قاطع شكات. وعامل معطي شكات لقدام. وفضل الشهرين. هذا هو الوضع للغاية. وقع ما يعمل؟ يجب أن أدخلوا على السوق السوداء. لا هذا أكثر. هذا نعمل بالناشية. كذلك، نعمل بالناشية لأهلنا. وأنا من هذا المهضل، هذا القناة المحترمة. ورعب أن أعطيك الصحة هناك. وأنت محترم. أقول من هذا المهضل، إياكم، إياكم وإياكم. أن تدخل السوق السوداء. إياكم. حتى لا يجب أن توجدنا في العرب. حتى ولو أننا موجودين حرب إياكم أن تدخل السوق الصدى لأنه بالآخر المطاف هذا ممكن يؤثر عليكم ووثر على ولادكم ووثر على بيتكم ووثر على حياتكم كلها فلذلك أنا بقول إن شاء الله أن الأمور هاي بتهدى والأمور توقف الحرب ووقف والأمور ترجع لأمجاريها ويبكى سلام شامل عادل يرفرف بين الربوع هذه البلاد وأن يكون هناك قدر الإمكان محبي وصداقة وتعايش سلمي من الجميع لأنه بآخر المطاف موجودين في هذه الدولة يجب أن نحترم أمورها ويجب أن يحترمونا ونحترموهم وتعايش سلمي ما بين الجميع لأنه لا أفرم من هذا المطاف كله اليوم الوضع موجود وضع معيني نعرفه بس عندي الشعور أنه في المجتمع اليهودي فيها أشياء بأجلوا فيها ما رح يحكوا عنها كثير تصرف 7 أكتوبر تصرف الحكومة تصرف المخابرات تصرف حماس هاي أشياء كلها رح يتنثار ويحكوا عنها كثير عندك هذا الشعور؟ في عند هذا الشعور أنا بقول بعد الحرب هناك سيبك هناك حساب النفس هذا تسمى حساب النفس وراح كل إنسان يتحاسب حتى رئيس الحكومة يتحاسب إذا هو غلطان يتحاسب رئيس حكومة ورئيس المخابرات غلطان يتحاسب كل إنسان يتحاسب لأنه لا يعقل اللي صار في خلال سبعة وعشرة لا يعقل الكل سيتحاسب ما بعد الحرب اليوم موجودين دولة إسرائيل موجودة في حرب واليوم يعني خلينا نقول ما حدا فاضي لحدا ولكن ما بعد الحرب هناك حسابات يجب كل إنسان يتحاسب على فعله على أغلاطه هناك في أكان أغلاط ويجب أن يتحاسب كل إنسان على أغلاطه أنا ما بقول إنه ما فيش أغلاط في أغلاط أنا مش معقول يعني إحنا محتي يعني أنا فسا للمرات أصحابي اللي هم موجود في الحكومة بقول لهم أسألهم يعني كده في مسافة من غزة لمن إلى بين مصار الحادث الحادث قالوا مثل كفر كوريا وحريش يعني ثلاث ساعة ثلاث ساعة نص ساعة يعني نص ساعة رايح نص ساعة جاي طبعا هم لا يعكل في شيء هنا مش مزبوط في شيء مش كاعد المحل في شيء مش مزبوط حسا عشان أنا بعرفش الأشياء وأنت بتعرفاش إنما نحن بنحلل تحليل لا كله تحليل خلينا نرجع لأهلنا في كفر قرع هل مثلا يعني شو الوضع هل ناس تروح التعليم هل تروح الشغل هل السلطة المحلي بتشتغيل يعني شو كيف شايف الوضع وأنت شخصي طلع كفر قرع مثل باك الكرة يعني نفسيتها مش متريحة الناس بتروح عملها بتروح من دون نفس بروح على الشغل بروح على الشغل يعني يعني كسم من يروحه وكسم لعه طبعا بروحه ولكن المواطن يروح على العمله هو يعني رايح من دون نفس ورايح من دون مش مش من المكل مش زي زمان مش زي زمان الناس اليوم صارت والحمد لله رب العالمين صار يختصرون في المواد الغذائية ويختصرون في الأشياء اليومي وهذا مليح. يعني ملكة كبل. يختصر لأنه في حرب وليس مختصر لأنه فعلا الناس الداخل نزل. الداخل نزل وفي حرب ثم. يعني منيحة هي منيحة أنه يختصر للناس. ونحن بدنا يختصروا لأنه بالآخر يعني محنة واحد يختصر فصار يختصروا الأمور يعني خلينا نكون زي باك الكرة زي الطيبة وزي باك الكرة من نفس نييم المواطن العربي فيش عنده روحة مش متريح يعني أنا بعرف كثير ناس بيجوا عنده على المكتب مش متريحين مش متريحين الناس مش متريحين أغلب ناس زي ما احنا بنحكي يا ستان أنا وياك ومبين نحن لا بنبزح ولا بنبحك ولا شيء كل شيء رسمنا لا تأتيش لا تأتيش وحاصة أنا 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 يعني بجزء من الناس اللي بقعد مع نوصل لهذه كثير أنا وعني فيه جلساتي مع المالي أنت رجل سياسي أنت أنت رجل أنت عضو في حزب الليكون فيش راحة فيش راحة بال أولا وفيش أهداف بال وخلينا نقول فيش الضء يعني الفرحة هاي في وجه الإنسان اليوم في العربي أو اليهود حتى دي لبالك حتى اليهود راحة لما بيجي تقعد مع إنسان في بالك اللي أنت صاحب أنت صحبت بها تتعامل معه كذنا يعني كذ سنين وشايف أنت وجه مكشر وشايف أنت يعني 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 هذا متبعدل فالأمور مش مش مزبوطة أمور مش وضعة بتأمل أنا بتأمل من الله عز وجل وستغي أنه ربنا حل السلام ووقف هذا الحرب إن شاء الله إن شاء الله يا رب أنا أرضا بصوتك حسام مصري مستشار ووزير الأمن الداخلي سابقا رجل أعمال ناجح فيك في القرى حبيب الله خلي أريد أن أشكرك شكرا جزيلا لكي 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 وإن شاء الله نلتقي بالمناسبات السعيدة أول شي يا أبو فادي أخي بصام أنت تحب دائما بصام لكي التواضع لكي باين صغير أو لكي باين صغير وإن شاء التواضع عشتار التواضع عشتار كبير ما تزيد كبير صدقا محبتك في القلب ليس من اليوم من الزمان وأنا تعرف أنك كنت في عراس أبنائي وأنا كنت في عراس أبنائي فأنا أسأل الله أنه رب يعطيك الصحة والعافي وظلك قوي وظلك تخدم لأنه من خلال برنامجك وخلال القناة الصادقة هذه القناة التي يعني خلينا نقول تعمل كل ما في سعه من أجل المواطن والصراحة والأمور الصادقة فأنا أسأل الله عز وجل أنه رب يعطيك الصحة والعافي وظلك تخدم وقوي وظل هذه المواقع ماشية ورب نحل السلام الشامل العادل بين الجميع إن شاء الله إن شاء الله نسمع منك وعنك أخبار منيحة وبنفس القدر الذي قلت هذا الشعوري كمان مرة أشكرك حسن مصري وإن شاء الله نلتقي بالمناسبات التي تكون فيها أجواء غير ونرجع للأجواء للزمان شكرا حسن مصري شكرا شكرا نحن إلى هنا ننتهي من هذه المقابلة ونكون مع فاصل بعد الفاصل نعود مرة طرقنا وواصل الموجة المفتوحة لكناتها وموقع بعد الفاصل